نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نقل تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى ممثلي القطاع الخاص والمصرفي مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدى يثمن عاليا الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطاع الخاص للارتقاء بمختلف أركان التنمية المستدامة في المملكة بالإضافة إلى دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة لمواصلة تطورها جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي في المملكة للتباحث حول السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون والتنسيق من أجل دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة ودخول القطاع الخاص والمصرفي كشريك استراتيجي في دعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة وقال سموه إن الحركة الشبابية والرياضية في المملكة تسير بخطا ثابتة نحو التطور والنماء بفضل الرعاية الفائقة من قبل جلالة الملك المفدى يده الله ورؤية جلالته الثاقب نحو الارتقاء بالقطاعين الحيويين الأمر الذي ساهم في بلوغهما لمستويات رفيعة عبر مختلف المجالات وتحقيق أبطالهما لإنجازات مشرفة كان آخرها تحقيق المركز الحال عشر على الترتيب العام والمركز الأول عربيا في دورة الألعاب الأسيوية التي أقيمت في جاكرتا بحصولهم على 26 ميدالية متنوعة وبيّن سموه أن لدعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الأثر الكبير في تحقيق التقدم للقطاع الشبابي والرياضي من خلال تضمين برنامج عمل الحكومة الموقرة للعديد من المبادرات الرامية إلى ضمان سير الارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية بشكل متميز وسط الاهتمام الواضح من قبل سمو ولي العهد وتوجيهات سموه المستمرة لتوفير الدعم اللازم الذي يمهد الطريق لأبناء البحرين من أجل مواصلة مشوار التطور والنماء وأضاف سموه لا يمكن الحديث عن عمل ناجح مهما كان نوعه سواء كان في المجال الشبابي والرياضي أو أي مجال آخر دون تشابك الأيدي وتكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا للوصول إلى الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها وتقديم كل جهة سواء القطاع الخاص أو العام الدعم اللازم وهو الأمر الذي اتضح من خلال نجاح العديد من البرامج والمسابقات الشبابية والرياضية والتي تمكن القطاع الخاص والعام من تقديم نموذج وطني كبير والتفاف حول تلك المشاريع باعتبارها تساهم في دعم منتسبي القطاع الشبابي والرياضي الأمر الذي ساهم في ظهور نتائج إيجابية متميزة وتابع سموه قائلا خلال الفترة الماضية قمنا بتطبيق استراتيجية جديدة للحركة الشبابية والرياضية في المملكة ونسعى من خلالها إلى تقديم هذين القطاعين نمطا معتمدا على الأساليب العلمية الصحيحة والعلوم الحديثة في هذين المجالين الهمين وأشار سموه إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على إحداث نقلة نوعية في أركان هذين القطاعين ومنظومة عملهما والتحول بشكل احترافي للارتقاء بهما في مختلف المجالات وكشف سموه أهمية دور القطاع الخاص والمصرفي في استراتيجية تطوير الحركة الشبابية والرياضية بالقول نتطلع لمشاركة دائمة من القطاع الخاص ودعم أكبر للحركة الشبابية والرياضية في المملكة من خلال الدخول في شراكة حقيقية مع الجهات المشرفة على القطاعين وتأمين المزيد من الدعم المادي والمعنوي لهم والمساهمة في دعم الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية المختلفة والعمل على تحسين كفاءة المرافق والبنية التحتية للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجية للارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي في البحرين وأكد سموه أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير الرياضة مبنية على تطوير كافة منظومة الحركة الشبابية والرياضية في المملكة بصورة متوازية لنسعى بصورة كبيرة إلى تواجد المنتخب البحريني لكرة القدم في كأس العالم عام 2022 ونحن نعمل منذ فترة طويلة على تحقيق هذا الحلم ونأمل بتوفيق من الله تعالى ثم بتضافر جميع الجهود في رؤية منتخب البحرين في كأس العالم المقبلة وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات من قبل العديد من الحاضرين حيث حرص معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة دي أشال وشركة زين وعدنان عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة وحمد العامر الرئيس التنفيذي لشركة إنفوناس على تقديم مداخلة في اللقاء أشهد من خلالها بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله للحركة الشبابية والرياضية في البحرين وتحقيق منتسبيها للعديد من الإنجازات في ظل ما يقدمه جلالة الملك المفدى من اهتمام ورعاية فائقة كما أشهد بدور سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بناء استراتيجيات التقديم للحركة الشبابية والرياضية وتحقيق البحرين لإنجازات نوعية بارزة في العديد من الملتقيات الشبابية والرياضية وأكدنا أن القطاع الخاص والمصرفي حريص على دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة ويعطاء الشباب البحريني أولوية بارزة ضمن استراتيجيته في دعم شباب البحرين اشتركوا في القناة مواصلة للتطور الحاصل في مملكة البحرين وخصوصا في القطاع الرياضي والشبابي اجتمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بعقدة من ممثل القطاع الخاص والقطاع المصرفي في المملكة للتباحث حول السبل الكفيلة لزيادة حجم التعاون والتنسيق من أجل دعم الحركة الشبابية والرياضية ودخول القطاع الخاص والمصرفي كشريك استراتيجي جاء الوقت اليوم اللي لازم نلتفت لكرة الغدم ونتعاون كلنا ونظهر كرة الغدم في مملكة البحرين مو بكما كانت أفضل مكان تعرف جماهريا ومستوى ولاعبين وإداريا وإلى آخر ونخلق فرص جديدة وعندنا كثير من الفرص وكثير من الأفكار اللي ما تطري حتى على بال أي واحد موجود عندنا وإحنا إن شاء الله راح نبين لكم الصورة وإحنا إن شاء الله نوعدكم أن هناك يكون فيه ملتقيات اجتماعية أكثر بيننا وبينكم خصوصا في أثناء هذا الموسم لأن جلالة الملك يمصانا بالاهتمام ودعم كرة الغدم فإحنا ضربنا الحديد وهو حامي ما انتظرنا الحديد يبرد وعقب ثم نريد من شكله فما في شك إدارة كرة الغدم اليوم تسعى جاهدة ليل نهار لكن هالكورة يقول كل اللعب لنا والحظ مب لنا فإحنا اليوم إن شاء الله راح نجيب الحظ وإن شاء الله راح نجيب اللعب والمستوى سعيدين ونتشرف أن أصبحت هذه الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب الجلالة في وقتنا في الاتحاد البحريني كرئيس وكأعضاء مجلس إدارة وستكون هناك مسؤولية للنهوض بهذه الرياضة الذي نلنا شرفها وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليغ وسيكون هناك عمل جبار وكبير ونأمل إن شاء الله من دعم القطاع الخاص خاصة أن اليوم لغاء سمو الشيخ ناصر بمعية القطاع الخاص أوضح لهم رؤيته الثاقبة للنهوض برياضة كرة القنم وترجم التوجيهات سيدي صاحب الجلالة للاهتمام بهذه الرياضة التي هي تعتبر الرياضة الشعبية الأولى في مملكة البحرين استراتيجية جديدة طرحها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عكست الفكر النير وخريطة الطريق الجديدة التي ستنتهجها المملكة للوصول إلى أهدافها في القطاعين الرياضي والشبابي معتمدة على الأسليب العلمية الصحيحة والعلوم الحديثة لتحقيق نتائج مشرفة باسم المملكة سيد سمو الشيخ ناصر وضع خارط الطريق الرياضة خاصة الفترة القادمة والطموح سيد سجلات الملك لما يخص تطوير الرياضة في مملكة البحرين وأيضا ركز سموه على وضعنا للحمل في آسيا وتطورنا الرياضي واليوم عدلنا الصين في المدليات الذهبية وهذه طبعا أحد الأهداف التي كان طويل عمر وضعها والحمد لله تم تحقيقها وأيضا تكلم عن الإنجازات التي للحمل يحققونها البحرين في كافة الأصعدة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا وترجمتها من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كشفت التطور والفكرة السديد والاستعانة بالتجارب الناجحة في هذا المجال التي ستوفر قاعدة بيانات مناسبة تتوفق مع استراتيجيات المملكة في النهوض بالشباب والرياضة بمختلف الأركان فالقيادة الرشيدة تقف دائما وبكل اهتمام بجانب دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة لمواصلة تطويرها بصورة مستمرة بما يتوفق مع التطور الحاصل في مسيرة الحركة الشبابية والرياضية العالمية